بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو وتقدم رئيس مجلس الشيوخ بحسب نص البرقية للرئيس السيسي بأصدق التهاني القلبية بمناسبة قرب حلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة التي قادها الرئيس جمال عبدالناصر وأسفرت عن القضاء على الملكية وإقامة الجمهورية وتحرير أرض مصر من الاستعمار الأجنبي وتحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما مثل نموذجا وإلهاما للكثير من شعوب دول العالم